شرح مبسط للفائدة مكافحة الأرض سلام عليكم وعالجة الأرض كيفية عمل منظومة أنابيب لحقل مادة الكلوروديين حتى تخلص من الأرض وبالذات بالمناطق الزراعية طبعا الأرض تكثر بالمناطق الزراعية من تكمل الأساس وتريد تدفن أسس واندات تأسيس ماء يعني دائما يدور الأساس أساس الغرفة والاستقبال والمطبخ والصارة بالداخل يبتعد عن الأساس فات 25 سنتيمتر هذه الصواندات ثقبهم في ثقوب عدة ولمسافات بين الثقوب وثقوب 20 سنتيم يعني بين ثقوب وثقوب 20 سنتيم أو موجودات صواندات جاهزة تخليه نتوزح على أجزاء البيت من داخل أو من خارج البيت بالذات جهة الجيران راح تقل لي من أدفن يسد التراب يعني من أدفن عود يسد التراب لا أخي من نتكمل جيب حصو ويفضل هذا الحصو الأبيض تدفن بي تأسيسك تدفن بي تأسيسك كله من نتكمل تأسيس البيت كله كلهن يرابطا على بوري واحد ربطنا البوري على بوري واحد صعد الأساس السطح نفس تأسيس الماء نفس الأساس الماء نفس الترتيب صعد البوري لفوق تخلي تانكي فوق أبو الميت لتر وتربط البوري عالية جيب مادة مكافحة للأرض موجودة عند مكاتب الزراعة المكاتب الزراعي يعني تخبط المغاتير ورح يعلمك شون تستخدمه تديرها بتانكي اللي نصبته فوق رح ينزل ويتوزع كل البيت ومناسبة من تغطي تأسيسك بحصو كمل شغلك أدفن وطبق أرضية وكسب تشهر جيب مادة مكافحة الأرض تخبطها وتديرها بتانكي لخليتها فوق سطح رح يتوزع كل البيت وتحافظ على بيتك من كل حشرات ضارة الأرض وأبد لا تستهين بها يجب معالجتها أو الاحتماء منها طبعا هاي الطريقة رح تخليك تعالج لكل الحشرات مفقط الأرض أو العثة تعالج هاي الطريقة لكل نوع الحشرات يعني من الأخير أبد لا تستهين بشغلة العثة وخاصة وصي جماعة البناء بالزراعي بالنطق الزراعية يجب أن يلقونهم حل حتى يداركون الأمور للتخلص من هذه الحشرات الضارة والغير منفعة وتسبب كثير من الكوارث في البناء وأيضا أخشاب البيت تقبلوا مني هذا القليل وإن شاء الله رح نزودكم كثير من المعلومات حول البناء ومظار البناء ومنافع البناء إن شاء الله بخدمكم تحياتي واحترامي لكم